وفاة الفنان طاري عبد العزيز الفنان المصري المعروف والذي بدأت تكشف أو يكشف خبر وفاته بعض المواقف النبيلة والفاضلة عنه فمن هو وما موقفه من قضيط غزة ومن موقف محمد سلام ومن قضايا أخرى تتعلق بغزة وقضايا الأمة هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد توفي الفنان طاري عبد العزيز والفنان طاري عبد العزيز لمن لا يعرفه يعني شكله مألوف بالنسبة للمشاهد المصري ومعظم أدواره كانت أدوارا جادة وأدوارا من الأدوار التي تتناسب مع نشأته المحافظة والمتدينة لأنه هم من الصعيد من هوارة من سهاج ومن أسرة متدينة والد ومدرس لغة عربية وأسرته يعني أسرة محافظة متدينة سواء الأسرة الأبوين والأسرة والإخوة والأخوات أو سواء الأسرة الزوجة والأولاد يعني المحافظة أو التدين الوسطي المعتدل هو الغالب على الأسرة من الأب إلى الأبناء إلى الأحفاد وهو خريج حقوق كم من الأصدقاء المقربين للفنان خالد صالح فقيت بعد وفاته طبعا من مواقف طبعا لقيتها على الفيسبوك وغيرها تبين بعض المواقف للرجل رحمه الله يعني يعني لقيت أول ما قرأت الخبر والوفاة كان على صفحة الصديق العزيز الأستاذ وائل أنديل الأستاذ وائل أنديل صحفي معروف وصاحب قلم سيال ومقدر ومحترم كتب كم كنت جميلا أيها الفنان الحقيقي أكثر من 12 عاما صداقة فيسبوك بينها سنوات عديدة من الصمت لكني أشهد أنك كنت نبيلا ومحترما في كلامك وفي صمتك اللهم ارحم عبدك طارق عبد العزيز وغفر الله وارحمه واعف عنه وأكرم نزله الحقيقة أنا اتقطت خيط من هذا المنشور لأستاذ وائل وحتى اتصلت عزيز لصداقته يعني وقال إن كانت صداقة على الفيسبوك لكن كانت صداقة في ممتال احترام طبعا أكيد مصر مرة بها أحداث كانت تجعل حد زي طارق عبد العزيز اللي يرحمه ممكن على الأقل يقول أي كلام يسيء لواء الأنديل أو لغيره لكن الرجل يعني كان محترما كما ذكر في كلامه ومحترما في صمته وده الحقيقة يدل على رجاحة العقل عند الشخص أن المسألة تحتاج لهذا الأمر أيضا من مواقفه التي وجدتها يعني على صفحته الموقف الذي قام به الفنان المصر محمد سلام محمد سلام في موقفه طبعا هو ومن سيؤيد علنا من الفنانين طبعا هيكون دا له ضريبة فالنان ترى عبد العزيز كتب على صفحته هذه الجملة القصيرة المعبرة محمد سلام عنوان وشرف لكل فنان مصري طبعا في الوقت اللي كان دا في 6 نوفمبر اللي كانت الناس بتنزل طعنا وتجريحا أو يعني الناس اللي هي عايزة تزيط يعني لكن المفاجأ أنه كان موقف الرجل يعني معبر ومؤيد ومتضامن مع فنان عبر بكل صدق عن موقفه فأيضا بيدل على صاحب الموقف في هذه المسألة احنا برضو تكلمنا عن الفنان أحمد مكي لما أيد وده الحقيقة بيدينا دايما يعني إشارة مهمة جدا إن يا أخوانا أهل الفن وأهل الإبداع ليس دورك فقط إنك تمتعي الناس بالفن لا الإمتاع الأكبر في أن توظف ما وهبك الله عز وجل من نعم لخدمة المسلمين وخدمة المظلومين والضعفاء أي أن كانت هذه الخدمة يعني هي موقف أم أمور أخرى يعني أيضا حينما جاءت أحداث غزة وطفان الأقصى كتب يعني عدة جمل قصيرة جدا على صفحته هو نقلها عن محمود درويش فقال إذا سألوك عن غزة قل لهم بها شهيد يسعفه شهيد ويصوره شهيد ويودعه شهيد ويصلي عليه شهيد دي جملة طبعا مهمة جدا كتبها ويوم 9 أكتوبر على صفحته وضع هذا الدعاء وعليه صورة المسجد الأقصى اللهم نسألك باسمك الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على الحق اللهم عليك بالصهيينة المعتدين الغاصبين اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك واشف صدور قوم مؤمنين يا ذا الجلال والإكرام دا يمتسع يعني بعد بداية الطفان أخصى بيومين وبد العدوان والمجازر على أرض غزة حقيقة يعني الدعاء حتى وإن كان مصور من أو منتقى أو كذا لكنه تبناه بعرضه على صفحته وهذا أيضا يدل على أن كان عنده هذه القضايا الإسلامية والقضايا العربية والقضايا الإنسانية حاضرة آخر شيء طبعا اليوم فجئتي بمستشفى الأرمان كذب نعي في وفاة طارق عبد العزيز النعي بيدل على عمل من عمل الرجل النعي بتقول تنعي مستشفيات شفاء الأرمان والسرطان من الكبار والأطفال البقاء لله وإيبين صرته قدام المستشفى الحقيقة طبعا لما الواحد يشوف لأن الناس يألسنة الحق في الأرض وهم شهداء الله في الأرض لما يشهد له كاتب كده استاذ وائل لما يشهد له ناس يعرفوا كويس أصحاب خلق وأصحاب دين لما يشهد له هيئات ومستشفيات بأنه داعم في هذا عمل الخيري الحقيقة ده بيكون شيء جميل أن يكون الفنان له له أولا قد في أدواره اثنين أن يكون له هذه العطاءات الممتدة لأمته ومجتمعه مجتمع الصغير ومجتمع الكبير الأمة الإسلامية نصر الله سبحانه وتعالى أن يكون كل ذلك في مزان حسناته وأن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته وأن يخلف أهله خيرا اللهم آمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن لله وإن إليه راجعون اشتركوا في القناة